اهلا بكم مشاهدين مع دخول العدوان على غزة شهره الرابع تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال على مختلف محاور التوغل وتخوض اشتباكات ضارية في المنطقة الوسطى تصد بطولي ينسحب على جنين ايضا حيث اعترف الاحتلال بمقتل جندية واصابة ثلاثة وتضرر آلياته بكمين محكم للمقاومة تبنته سرايا القدس اما على جبهات المشاركة والاسناد فقلق متصاعد لدى الاحتلال بعد قصف المقاومة الاسلامية في لبنان قاعدة ميرون والمقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة اسرائيلية في الجولان المحتل نجدد الترحيب بكم بهذه الساعة من التغطية وايضا نرحب بضيفها الاستاذ ابراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك استاذ ابراهيم احنا بك نبدأ اولا من الميدان تحديدا من جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة من هناك معنا الزميل علي مرتضى مراسل الميادين علي اطلعنا على اخر المستجدات وكيف هي اوضاع تلك الجبهة حتى الساعة نعم محمد يعني لا يزال الهدوء الحذر يعم طول الجبهة اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة خرقته بعض الغارات الاسرائيلية اخرها كان غارات وهمية نفتت في القطاعين الاوسط والغربي سمع اصداؤها في صور وبنت جبيل كان لهذه الغارات الوهمية بعض الاضرار البسيطة بالزجاج ما ادى الى تحطيم الزجاج ببعض القرى طبعا هذا الاستعراض للعدو الاسرائيلي عبر سلاح الطيران نفت عندما قامت طائرة اسرائيلية بالتحليق على علو منخفض والقاء البولين الحرارية خلفها خوفا طبعا من الاستهداف ثم خرقت جدار الصوت ما ادى الى حدوث صوت يشبه الغارة وهي ما يسمى طبعا بالمصطلح الغارات الوهمية اما بالنسبة للغارات الحربية فقد نفذ العدو الاسرائيلي ثلاث غارات حربية باتجاه منطقة اللبوني في اطراف النقورة وكذلك كان هناك غارة حربية على اطراف مجدلزون في الصباح استادف العدو الاسرائيلي عبر قذائف المدفعية بلدات حولة بليدة اطراف الخيام ومحبيب ايضا في القطاع الشرقي اما في القطاع الاوسط استذفت اطراف عيترون ببعض قذائف المدفعية هذه هي مجمل الاوضاع على الجبهة طبعا من الجاهة اللبنانية صمت وترقب وهدوء لم يطلق نيران باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة رغم ان رصدنا عند وسائل الاعلام الاسرائيلي تحدث عن سقوط صواريخ في مستوطنة المنارة في القطاع الشرقي او في الجليل الاعلى من الناحية الفلسطينية المحتلة ولكن ندقق في صحة هذا الخبر ولكن ما عدا هذا الامر هذه كل الاحداث التي حدثت في الجبهة حتى الساعة شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى وسنتابع معك التفاصيل اولا باول في حال ورود اي مستجدات ونبدأ معك من جبهة جنوب لبنان استاذ ابراهيم قبل ان نتحدث بغزة وايضا سننتقل الى زملائنا هناك ونسألهم عن الاوضاع المقاومة وايضا الواقع الانساني لكن في جنوب لبنان ويوم امس حدثت عملية فعلا هذه عملية عالية الجودة كيف يمكن ان تعلق عليها وإلى اي حد سترتد او تنعكس على التفوق الاستخباري او تفوق سلاح الجو الاسرائيلي في هذه المنطقة شمال فلسطين المحتلة يعني من هون نوعية هذه او جدية هذه الغارة هذا العمل يعني باتجاه ثكنت او سموه موقع ميرون بالفترة الماضية ثلاثة شهر الماضيين الواضح انه العدو الاسرائيلي عم بيحاول يستر على هذه الجبهة او على خسائره في هذه الجبهة لدرجة انه يعني كان من حين لاخر يقول انه ما خسر اكتر من 15 يعني قطيل بجنوده سياسة التكتم والتعمي على يعني مبارح انفجرت اذا بدك من خلال هذه العملية اهمية هذه العملية انها يعني استهدفت موقع يبعد نحو 8 كيلو متر حسب الاحصاءات الاسرائيلية صح هذه من جهة اثنين نوعية هذه الموقع يعني موقع متفوق باعترف يعني موقع موجود يسموه هم يسموه عين الدولة عين الدولة يعني اليوم فيه رويه نشروها بالوسائل التواصل الاجتماعي عن طيار سوري يعني بال73 هذا الموقع كان موجود وبالتالي عمل عليه نوعا يعني كوماندو صغارة غط بالطيارة هو بالطيارة فجر حاله في هذا الموقع هذا الموقع يعني هذا دليل على اهمية هذا الموقع وبالتالي ضربه الان بهذه المرحلة اهمية الضربه انه الاسرائيلي نفسه يتحدث عنه سواء الاسرائيلي المعارضين اذا صح التعبير القاضي السابقين للقوات الاسرائيلية او حتى الاعلام الاسرائيلي نفسه طبعا وانت تتحدث عن هذه العملية استاذ ابراهيم نحن نتابع على يمين الشاشة من الاسفل هذه الصور التي بثها الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية في لبنان لهذه العملية التي وصفت بالعملية النوعية والعملية المهمة قاعدة ميرون واستهدافها بـ 62 صاروخ نعم بطبيعة الحال وهذا هو رد أولي على الاعتداء الذي حصل في ضاحية بيروت الجنوبية أي في مدينة بيروت عدا هيك وخفيها للقائد العروري 3 أنواع من الأسلحة استخدمت يعني الكورنت وابتالي لجراد وحتى قضائف المدفعية كلهم شاركوا بضربة يعني هذه الأملية حقيقة إذا بدك من أهم العمليات خلال طبعا عملية مهمة خلال 3 شهر الماضين هذه المرة الأولى التي يعني يشعر فيها العدو الإسرائيلي بأنه يعني استراتيجيا محدد بالفترات السابقة كان العنوان مشغلي واستنزاف هذه المرة يعني من الجانب اللبناني البعض ينظر إلى كل العمليات التي حصلت على الجبهة مهمة ربما هذه العمليات تميزت هي الأكثر أهمية لكن هنا أيضا يتولى السؤال ماذا في جعبة حزب الله يعني هذا هذه العملية هذا هي الجديد يعني آخر إطلالي الأمين العام لحزب الله سيد الحسن نصر الله وعد بأنه لن نترك يعني مسألة العقاب على جريمة اغتيال صالح العروري بالضحي الجنوبية صح فبالتالي إجا الاثنين أنه عم يعني هو اللي تولى بخلال إطلالته الإعلامية الحديثا يعني التكتم الإسرائيلي إسرائيلي كان عم يعطي انطباع وكأنه ما في شيء أنه نوع من المشيغلي لا في حديث عن 300 ألف مستوطن إسرائيلي تهجروا وهذه المرة الأولى تحدث من يعني من 42 إذا بدك هذه المرة الأولى التي يهجر بها الإسرائيلي وليس اللبناني فقط فحسب صحيح يعني اليوم فيه تعليق فيه بسمي يعني أحد القيادين العسكريين الإسرائيليين السابقين أنه يعني السيد نصر الله أو حزب الله يفرض حزاما أمنيا داخل إسرائيل هذا تعبير صحيح للمرة الأولى عندك منطقة بعمق يعني 9 كيلو متر أصبحت خالية وخاوي يعني اللي بينحكى بينحكى عن خط الدفاع الثالث اللي صار وراء هذا ما كان يصير في منطقة إسرائيلية إذا بدك بعض يقول ساخرا أنه الحدود الشمالية ستصل إلى حيفا بالضبط فبالتالي هذا أهمية يعني الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي يعني يمارسوا نوع من التعمية حقيقة من البداية على ثلاث شغلات على ما يفعله يعني الحوثيون أو أنصار الله بباب المندب وهذا شيء كبير عم يحاولوا يغطوا عليه عم تفعله المقاومة العراقية القرار في اليمن بات قرار الدولة يعني يخرج باسم الدولة صحيح بس يعني عندما قررت القيادة في اليمن المشاركة في معركة يعني دعم غزة الأمريكي المعني الأول بيعتبر حلول إسرائيلي نفسهم نعم كانوا عم بيسكتوا عن هذا الموضوع أنا إعلامي وبعرف كيف بتعاطوا مع الإعلام بسيح تلبدهم قديش إعلامهم يعني الأيف بي والرويترز بتغطي وأحيانا ما بتغطي بتستعمي يعني هذه اللي عبتهم هني حقيقة من دين البداية كانوا ما يحكوا عن اليمن نعتبروها ولا شيء نفس الشيء بالعراق نفس الشيء بالسورية يعني كل الجبهات الأخرى المسيندين حتى في لبنان يعني اتأخروا كثيرا لحتى اعترفوا بأنه في جبهة حقيقية في لبنان وحتى في لبنان يعني البعض صدق طلع يعني حزب الله ليلوني عمي هذه المعركة مش أنه بدنا نفوت فيها ما نحن صرنا بقلب المعركة وصرنا 60 يوم بالمعركة ومعركة حقيقة وفيها ضحايا وفيها قتلة وفيها على الجينب اللبناني طالما أتيت على عدد المهجرين حتى الرقم أكثر من 200 ألف وجاء من صحيفة أمريكية بالضبط الإسرائيليين باتوا مرتبكين بإعطاء الأرقام لأنه هذه تؤثر في الداخل بالضبط أنا كأعلامي 3 أرقام بلش يحكوا بـ 60 ألف رفعون للـ 70 ألف مبارح كانوا عم يحكوا بالـ 200 ألف باعتراف يعني بيسموهم الرؤسة المستوطنات يعني أكبر مستوطنة كريات الشمونا فهذا الرئيس البلدية فيها اعترف أنه كلهم مهجرين صوت هذه البلدة اللي هي كبيرة يعني تقريبا خالي لذلك نحن عم نقول أهمية يعني الهجوم على ميرون بهذه اللحظة الإسرائيلي عمل هو عمل لهذا الخط الدفاع الأول فاضي اللي فيه بس بعض الحراس وبعض الحراس يعني حراس الحدود الخط الدفاع التالي الخط الدفاع التالي فهن يعتبروا أنه هايك نجحوا ونجيوا لا هلأ فيجأتهم المقاومة الإسلامية من خلال موقع ميرون وعلى أكيد ماذا في يعني سؤالك وجيه أنه ماذا في جعبة حزب الله على أكيد حزب الله وفقا لكلام السيدنا صلى الله عليه إطلال التيل تيلة مفاجآت كثير مفاجآت كثير طب سنتابع هذا التقرير حيث يتصاعد القلق في تل أبيب بعد عملية المقاومة الإسلامية في لبنان التي استهدفت قاعدة ميرون التجسوسية ما هو دورها في عمليات التشويش الإلكتروني نتابع التفاصيل في هذا العرض للزميل أحمد عبد الله أهلا بكم قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في مرمى صواريخ المقاومة الإسلامية استهداف وضعته المقاومة في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشيخ صالح العروري في ضاحية بيروت الجنوبية 62 صاروخا من أنواع متعددة استهدفت بها المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة ميرون في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة مؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة وأوقعت في القاعدة إصابات مباشرة ومؤكدة الهجوم الصاروخي استدعى إطلاق سفارات الإنذار داخل 94 مستوطنة في الجليل والجولان بينها مدن معلوت ترشيحة كرميئل وصفض التي تبعد نحو 20 كيلو مترا من الحدود اللبنانية وإغلاق 12 مفرقا وشارعا أضيفت إلى عشرات الشوارع المغلقة سابقا ورفع حال الاستنفار إلى حدودها القصوى بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تقع قاعدة ميرون المستهدفة التي يعمل فيها عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين في أعلى قمة في جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة على بعد 7 كيلو مترات من الحدود اللبنانية وهي أعلى قمة في فلسطين المحتلة وتعد مركزا وحيدا لا بديل منه للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي في الشمال وقاعدة أساسية في فلسطين المحتلة هي وقاعدة متسيبي رامون في الجنوب تعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنصيق وإدارة العمليات الجوية في اتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتشكل هذه القاعدة مركزا رئيسا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة بعد أن تابعنا هذا التقرير أستاذ إبراهيم واضح لهذه القاعدة أهمية استراتيجية كبيرة وستؤثر على الجهد كما ذكرت الاستخباري التجسسي خصوصا أنه تلك الأجهزة المنتشرة على طول الحدود دمرت دمرت صحيح وأنشأت أماكن مديلة ودمرت وبات الاعتماد على رافعات وأيضا تدمر تدمر صحيح ويوم أمس رفع بالون للتجسس ثم بعد ذلك بساعات التليغراف البريطانية تقول هذا البالون كان داخل في الخدمة فشل والآن أعيده يعني تم إصلاحه من جديد والاعتماد عليه بمعنى إسرائيل تذهب إلى كل الوسائل في سبيل الحصول على أدوات للتجسس أو للحصول على المعلومات هذه القاعدة هي الأساس ضربت صحيح هذا الحدث إلى أي حد مثل صدمة بداخل الإسرائيل أنه جاء خارج التوقع صحيح هي الحرب حدتها بما يسمونه الشمال الإسرائيلي نحن نسميه الجليل الأعلى أو السبع الجليل هذا له أهمية خاصة أنت شوف الاحتمام الأمريكي بموضوع الحرب بهذه المنطقة عندما تكون حرب بغزة أرض فلسطينية وتحدث عن ضف الغربية أيضا أرض متنازعة أو فلسطينية أنت تتحدث يعني هن الإسرائيلية بيحكوا بشمال إسرائيل بمفهومهم أرض إسرائيل أرض إسرائيل ما تعودوا في العقيدة الحربية الإسرائيلية الاستراتيجية معروف تبعد الحرب عن الأرض الإسرائيلية أو ما تعتبره أرضا إسرائيلية دائما الحرب وين كانت تصير بالأراضي العربية بأراضينا صحيح هذه يعني يمكن للمرة الأولى عم تحكي عن أربعة شهر بلاشنا بالشهر الرابع على التوالي الحرب في الأرض الإسرائيلية هذه واحد اثنين أنه هن عادة تعودوا على شيء اسمه الحرب الخاطفة أو حرب الأيام بتذكر قبل الحرب كانوا يحكوا الإسرائيلية بتعرف فترة سنة توتر على الحدود اللبنانية كانوا يحكوا بالحرب الأيام المعدودة أنه منقبل فيها أو مندخل فيها لأنه هن هيك تعودوا يعني كل من لما نوجدت هذا الكيان 1948 حرب الأيام الستي أيام قتالين بالضبط فبالتالي الأمر جديد عندهم أنه هذه هالحدي الصهيونية بالتعاطي مع الموضوع وهالتهديد كل يوم مش لأنه بس فقط فيه خسائر لأنه هن ما تعودوا هالأد في حرب لذلك يعني الرقم اللي عم تتفضل فيه اللي هو 200 أو 300 ألف أو أقل أو أكثر شوي شغل جديد على الكيان الصهيوني نفسه لو المؤشرات البعض منهم لا يريد حتى أن يعود يعود وهني عم بلشو هلا يضغطوا من هذا الباب يضغطوا على لبنان أنه الإسرائيلي ما بدوا يعود المستوطن إسرائيلي طالما فيه قوات الرضوان تحت النوافذ المستوطنين هذه النظرية يعني بطبعه فلا هون أهمية المعركة هون هذا رد على الذين يقولون بأنه هذه المعركة بلا طعام يعني تعرف طلعت فيه ناس عم بيقولوا أنه لا هذه المعركة حتى مشيغلي حتى إسناد يعني مش كيفي لا هذه المعركة أهميتها أنها تحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يسمى بالكيان الصغيوني نفسه أولا يعني حزام الأمني مش بالضف الغربي الحزام الأمني في داخل إسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتللي صحيح واللبناني هو من يفرض هذا الحزام الأمني صحيح ومثل ما قال أحد قادة كمان الاستيطان أنه نحن يعني ما صيرنا بيد سيد نصر الله هو اللي بيعطينا الحياة هو بيفيدنا الحياة نقطة أخرى مهمة في الخطاب الأخير للأمين العام في حزب الله نعم تحدث عن إمكانية لاستعادة الأراضي اللبنانية هذه أيضا نقطة مهمة لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة أنا أعتقد أنه هذه يعني طرع استيعاب لأنه بالقون الأخير يبتعرف إجهل عالم كله الغرب والشرق والداخل والخارج أنه نوقف الحرب أهمية الجبهة مثل ما عم نحكي مش بس سلام أنه بداخل الأراضي العربية المحتلة أنه هي جبهة الحدود مثل ما قال لي مرة الحمد عندي لله يرحمه كان يقول أنه هذه آخر جبهة عربية مفتوحة على فلسطين هي جبهة الجنوب لذلك إقفالها مش من جديد يعني مش من هلأ السعي الأمريكي لإقفال هذه الجبهة سواء بتأثيراتها المادية أو المعنوية أنه أنت عم تحكي أنه العالم العربي كله مستسلم العالم العربي كله بطريقه للتطبيع أو مطبع إلا هذه الجبهة ما زالت تشتعل مش بس أنه فبالتالي هي أهمية أنه هذه الجبهة يجب أن تستمر فبالتالي حكي سمحت السيد أنه عمي طاهب عال بدكون أنتوا لحقنا تنعمل 1701 ونرجع نطبع الوضع في هذه البقعة خلينا نعمل حل شامل يعني استعادة مزارع الشبعة استعادة البيوان اللي على حدود النقورة كل هذه فيها ما هو الإسرائيلي بيقبل فيها معلو فترة مش قبلان فيها وهي حتى هذه الأطراف الخارجية يعني طالما الآن نتحدث بالشق السياسي كل الأطراف الخارجية التي تضغط على لبنان كدولة عربية للالتزام أو لالزام المقاومة بالقرار الأممي 1701 لماذا لا تلزم إسرائيل أيضا به أو لماذا لا تطلب من إسرائيل الالتزام بالقرارات الأممية وعدم خرق السيادة اللبنانية صحيح هذا الكلام عم بيقوله للمرة ألاف المرات إسرائيل قبل طوفان الأقصى كانت تخترق السيادة ولا يوم من الإيام احترمت يعني حتى هذا الكلام يقوله رئيس الحكومة نجيب ميقاطس رئيس نبيه بري كل الناس اللبنانيين تحدثوا بلغة واحدة أنه إلزموا إسرائيل بتطبيق هذا القرار قبل أن تلزمونا مبارح صار فيه يعني بيّن إسلاح المقاومة على الحدود بس قبل ما كان مبين ومع ذلك كانت إسرائيل يوميا بسجلات الأمم المتحدة فيه ألاف الخروق الأمم المتحدة يعني اليونيف اللي عم تحدث عنها هذه غير الخروق التي لم تسجد لم تسجد فبطبيعة الحال يعني الكلام اللي هلأ عم يحكوا فيه ثلاث شغلات أنه بكرة جاي هوكستان مثل عم تحكي أنه جايب معه العرض المغري اللي هو الانسحاب من كل يعني مزارع الشبع بالدرجة الأولى من الغجر أو يعني يسمى هو خراج الماري إلى حد ما هذه بحاجة إلى وقت لأنه يعني غير مؤكد مئة بالمئة بحاجة إلى وقت بصرف النظر بصرف النظر سيكون هكذا يأتي أم لا يأتي دخل في حيز التداول عم بيجيبوه مش هلأ يعني بديجي يحمل واكستان قبل مرة الماض وقبل مرة حتى يعني قبل ما تولع الحرب بغزة كان عم يعرضوه عم بيحاولوا جسه النبط فبالتالي القصة مش جديدة لكن يعني الجديد هو يعني محاول أو السيدنا صلى الله عم بيحاول استيعاب هذه المرحلة نتعب أوكي أنتوا حملينها هالعرض عم تغرونا أو عم بالقوة البتكونية نحكي بحل شامل إسرائيلي لن يقبل والإسرائيلي لن يتجاوب بمعنى البوضلة هي بالأساس ليست بالجانب اللبناني أو ليست لدى المقاومة يعني ليس هو حزب الله من يريد أو من يعطل القرارات الأممية أو استعادة الأراضي اللبنانية بل هو أساس الرفض إسرائيلي إسرائيل زيته اللي عم بيخرقوا لحدود الاتفاقية 1901 القراءة 1901 اللي ما زال يعني في موقع اسمه زرع الشبع كل الناس بتعرف هذه الأرض مفترض للأمم المتحدة كل شهر تقدم تقرير هذه الأرض مشكوك ب يعني متنازع عليها خلينا نقول ومع ذلك نعم تقدم التقرير هذا جزء من الخارق نفسه يعني إضافة للغجر يعني جزء ضيعة لبنانية بسموه هين خراج الماري إضافة للبيون اللي هو فوق جسر النقورة نفأ النقورة فكل هذا المشكلة عند الإسرائيلي هلأ يعني مفكرين أنه عبكرة سيدنا صلى الله بيقبل بهذا الواقع أو على الأقل يعني يفرض عليه يفرض عليه لا مش عيفرض عليه هو يعني أذكى من أن يقبل أو ينصاع لهذه يعني هذه الشروط إذا صح التعبير أنه بالتالي لا القصة طويلة يعني أولا يعني من لا في حل وما في حديث قبل وقف اطلاق النار بغزة قبل وقف العدوان على نفسه ثم من نحكي مرتبطة بغزة يعني ليس لديها أفق سياسي يختلف عن الأفق السياسي بغزة فبالتالي كل هذه الحملة اللي هلأ فرنسا شاركت فيها ألمانيا شاركت فيها بريطانيا شاركت فيها والآن تعرف أمريكا هي متصدرتة رأس الحربي فيها هذا كله يعني صار تحول إلى يعني بلا معنى بلا قيمة بدل ما يكون عامل ضغط على لبنان صار عنده لبنان عنده ضغط على الآخرين يعني على الأمم المتحدة على أمريكا نفسها وأمر جيد للمرة الأولى بلبنان يتحدثون المسؤولين اللبنانيين وحتى القوى السياسية وغالبيتها تتحدث بلغة واحدة للمرة الأولى لأنه هذا المن يعتدي هو إسرائيل وقف يعني التوتر جولات العنف على الحدود يكون بوقف العدوان بغزة لغة واحدة وهذا أمر يعني يمكن جديد على الحياة السياسية اللبنانية بهذه الصرامة بهذه الحدة بهذا الموقف المتميسك لكن أيضا الإسرائيلي تجاوز هذه الوقاع واستهدف بيروت يعني بالعودة للموضوع الذي بدأنا منه قضية استهداف بيروت نعم هل هي محاولة من الإسرائيلي لجر لبنان إلى صراع إقليمي وحزب الله فوت الفرصة على أو صراع مع لبنان ليس على مستوى الإقليم وبالتالي حزب الله فوت الفرصة على إسرائيل أنه جاء الرد في ميرون بهذا الطريقة كانت طريقة صادمة ورد كبير وقال هذا رد أولي صحيح يعني أول ميزة المقاومة من الأساس مش انفعالية يعني أنه عبكرة بلشوا يعني لا بالعكس يعني القيادة المقاومة في لبنان كانت أكثر يعني حنكة حنكة صحيح لا يعني إذا كان المقصود أنه الإسرائيل يجر المقاومة إلى حرب يعني وفق الشروط الإسرائيلية ما نجح يعني إذا بنعترف بس بكل الحالات الرد طبع المقاومة أعتقد أنه يعني كان موجعا بشكل غير مسبوق من خلال هذه القاعدة بالذات يعني قاعدة ميرون فبالتالي مثل ما قلنا نحن بداية أنه في 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 خيارات أخرى ستلجأ إليها المقاومة ولا رأيك من الملف ميرون يعني في سؤال أخير حتى ننتقل لباقي المحاور في هذه التغطية ومنها محور غزة عندما استهدف الإسرائيلي بيروت واستهدف الشهيد العاروري ومن كان معه خرج برواية غريبة أنه نحن استهدفنا مكتب لحماس بالتالي ليس للبنان دخل أو ليس للمقاومة دخل وعندما استهدفت المقاومة قاعدة ميرون خرجت أصوات بإسرائيل تريد أن تسوق الحدث وكأنه اعتداء لبناني وتجاوز للخطوط الحمر هذا كالذي حصل في السابع من أكتوبر يعني يريد هذا الحدث هو نقطة البداية هذا أين يعني في 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 أي فكر سياسي أو أو في أي عقليات يكون موجود بالعقلية الإسرائيلية يعني هذا تعورت على ازدواجية المعايير تعورت على يعني قول الشيء ونقيضه يعني إخراج الحدث من سياقة وبالتالي تصديرها إلى الناس لأنه هذا نقطة البداية ومن هنا هذا هو اعتداء صحيح يعني هذا الإسرائيلي هيك يتعامل مع لبنان دائما يعني كل الأمور لكن يعني مثل ما قلنا المقاومة يعني تعرف بالضبط أين تضرب وأي ساعة تضرب وأي يعني مجال حيوي تضربه فبالتالي أعتقد بأنه يعني فاعلية العدوان على الضاحي الجنوبي واغتيال شخص بوزن الشيخ صالحة العرورة يعني بدأت تعطي ثمارا معكوسة هذا صح التعبير بالنسبة للإسرائيلي نعم الآن أستاذ إبراهيم وأستاذ المشاهدين سنعرض على حضراتكم هذه الصور هي جاهزة صور لتشيع نجل الصحافي الزميل والدحلوح في غزة الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ بسيارته طبعا طبعا بهذا الاستهداف يكون قد يعني استشهد مئة وعشر الصحافيين نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وباسم شبكة الميادين نتقدم بالتعازي للصحافي الأستاذ الزميل الوائل الدحلوح خصوصا وهو تعرض يعني تعرضت عائلته للاستهداف كما تعلمون جميعا والآن هذا استهداف جديد وتعرض هو شخصيا أيضا للاستهداف ومسلسل استهداف الصحافيين وقتل الصحافيين عن عمد مستمر بتعمد من الاحتلال الإسرائيلي تكررت تلك الحوادث في غزة في أكثر مما كان وأيضا نذكر بالجنوب لبنان جنوب لبنان نعم زميل الفرح نعم زملائنا أيضا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي هي هذه حرب يعني ضد الصحافيين بشكل غريب يعني عدد الصحافيين تجاوز ما قتلتهم داعش في العراق تجاوز حتى عدد الصحافيين الذين قتلوا لحرية الرأي حرية القول حرية الآن لا بالعكس يعني يثبت يوما بعد يوم بأنه إسرائيل تقمع الحريات حتى تقمع يعني الخبر نفسه بإسرائيل معاكش مثل الأول يعني صار خبر كيزب كل أخبارهم كيزبوا ومزورة وحتى يعني مثل ما قال أحدهم يكتنفوا الغموض بموضوع مثلا ميرون عم يحكوا الإسرائيليين نفسهم أنه مش عم نفهم شو عم بيصير والآن نفس الشي يعني عم بيحاول يقتل الصحفيين وتعمدوا قتل عنا بجنوب فهذه الدولة التي قدمت كنموذج للديمقراطية واحة للديمقراطية في يوم من الأيام يعني تثبت الآن العكس تماما طيب الآن سنذهب إلى زميلنا في شمال قطاع غزة محمود العواضية مرحبا بك محمود لنسألك عن الأوضاع في شمال قطاع غزة تفضل نعم نحن الآن متواجدين في معسكر جباليا شمال قطاع غزة هذه المنطقة هي من أكثر المناطق حيوية في الأيام الطبيعية والاحتلال الإسرائيلي حشر ألاف الناس في هذا المربع وفي هذه المنطقة التي تعد السوق المركزي في معسكر جباليا كما نرى في الصورة سنترك لكم الكاميرا تعبر عن المشهد وعن حجم الناس المتواجدين في هذه المنطقة وفي هذا المربع هؤلاء الناس هم يجيؤون في كل يوم بالآلاف من أجل أن يقوموا بالتسوق وشراء احتياجاتهم من هذه المنطقة التي تعد السوق المركزي في وسط معسكر جباليا حيث تتواجد مراكز النازحين في هذه المنطقة وتتواجد أيضا في الصورة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا وأيضا مقر ما يطلق عليه السنتيشن في هذه المنطقة أيضا هذه الكثافة السكانية الموجودة في هذه المنطقة هي يعني نتيجة الضغط والكبت الذي يعانيه الناس في هذه المنطقة لسيما في منطقة معسكر جباليا في شمال قطاع غزة يعني الناس هنا كما قلنا جاءوا ببضاعتهم كي يبيعوها في هذا المكان بالرغم من شح البضاعة وبالرغم من شح المواد التموينية في شمال قطاع غزة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة إلا أن الناس بعدما تراجع الاحتلال الإسرائيلي وانسحب من عدة مناطق من شمال قطاع غزة أحيا هذا السوق مرة جديدة بإنزال بعض البضائع وإن كانت شحيحة وبسيطة إلى السوق المركزي في معسكر جباليا نحن نتحدث يعني في وسط المعسكر نتحدث عن أوضاع سيئة نتحدث عن أوضاع صعبة لسيما أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدة مجازر في شمال قطاع غزة كان آخرها المجزرة التي حدثت ليلة أمس وارتقى أكثر من عشرين شهيد في منطقة الفالوجة في معسكر جباليا شمال قطاع غزة وارتقى كما قلنا أكثر من عشرين شهيدا ومن قبلها أيضا مجزرة في هذا المكان أيضا في معسكر جباليا بحق عائلة خليل وارتقى أيضا أكثر من خمسة عشر شهيدا طوال الليل كنا نستمع إلى أصوات اشتباكات وإلى أصوات إطلاق نار وقذائف دخانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية وفي المناطق الغربية أيضا والشمالية الغربية لمدينة بيت لاهي نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة نتحدث عن وضع مأساوي يعيشه الناس هنا في شمال قطاع غزة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتضييق على سكان شمال قطاع غزة ومنعهم أيضا من التوجه إلى أماكن سكناهم على الرغم من انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من عديد من المناطق إلا أن هناك خطورة ناتجة عن قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي وطائرات الكواد كاتر بإطلاق الرصاص على الشبان الذين يحاولون الوصول إلى المناطق الخطرة هنا في شمال قطاع غزة كمنطقة لتوام ومنطقة الكرامة وبعض المناطق التي لا تزال طائرات الكواد كاتر تمنع المواطنين والسكان من التوجه إلى تلك المنطقة وإن كان الوصول بصعوبة بالغة أيضا منطقة السكة مناطق جبالي البلد حيء الدرج التفاح مجازر واسعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال قطاع غزة لسيما أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا في منطقة التفاح بالأمس جرف مقبرة الشهداء ورأينا مشاهد صادمة لهذه المقبرة حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بنبش قبور الأموات والشهداء في هذه المقبرة في مشهد تندى له جبين الإنسانية الوضع الإنساني هنا وضع كارثي في شمال قطاع غزة مع استمرار الأزمات المتتالية في مناطق الشمال بدءا بأزمة المياه وانتهاءا بأزمة الغذاء والدواء وعدم وجود مستشفيات في شمال قطاع غزة وان كانت بعض المستشفيات تكابد الوقت من أجل أن تقدم بعض الخدمات للمواطنين هنا في شمال قطاع غزة كمستشفى العودة ومستشفى الشهيد كمال عدوان التي اختحمها الاحتلال الإسرائيلي ودمر عدة أقسام بداخلها ولكن بدأت بالتعافي تدريجيا من أجل تقديم بعض الخدمات للأطفال ولكبار السن وأيضا النساء النساء والولادة خاصة أن هذه الخدمات غير مقدمة في مناطق شمال قطاع غزة بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتيال الإسرائيلي منذ أكثر من 90 يوما على مناطق شمال قطاع غزة جزيلا لك الزميل محمود عوضية مراسل الميادين في شمال قطاع غزة على هذه المعلومات قبل أن ننتقل إلى الزميل أحمد غانم نسألك أستاذ إبراهيم في رسالة الزميل العوضية كان هناك مشهد لافت هو الأعداد الكبيرة من الناس في الأسواق في شمال قطاع غزة تحديدا وبالمناسبة هو شهد انسحاب من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 90 يوم دليل على أنه تعلق الناس لا وهو بعد 90 يوم من هذا العدوان الوحشي ومن هذه الحرب الكبيرة على قطاع غزة تخرج الناس إلى الشرع بهذا تحدي نوع من التحدي لمبارسات الاحتلال لا القضاء على حماس تحقق ولا القضاء على قادة حماس تحقق ولا تحرير الأسرى أحياء تحقق ولا التهجير تحقق ولا إفراق شمال قطاع غزة تحقق ما الذي تحقق فعاليا هو من الجيد أن لا يتحقق شيء لكن كل هذه الحرب وكل هذا العدوان تحقق ثلاثة أمور ظهر هذا الكيان على صورته الطبيعية كوحش كغول حقيقي يقتل الأطفال يقتل أبرياء تتحدث عن 30 ألف ما يقرب من 30 ألف شهيد ظهر الغرب يعني بوجه البشع اللي عم يحتينا شيء وبيفعل شيء آخر يقدم كل غطاء يعني الدعم للاحتلال ولممارساته سواء من أمريكا أو برد دول راقية يعني حضارية مثل فرنسا مثل الإنجلترا مثل ألمانيا كلها سانة العدوان بلحظة معين قدم أيضا صورة عن تخاذل العرب يعني مجموع العرب تجاه هذه القضية وكأنهم تحللوا منها أو تحرروا منها يعني وهذا المستغرب فلذلك يعني مثل ما قالت حاضر طاق أنه ولا تحقق شيء بفعل يعني بفعل الأهداف التي قصدها العدوان أو التي أعلنها ندنياه إبراهيم الإشارة والتحية إلى شعب بطاع غزة الشام الفلسطيني حقيقة هو عانى يعني ما لا يمكن لإنسان أن يتحمل كل هذا كم من العذاب يعني هذا يقول الشعب مو الدرويش على هذه الأرض ما يستحقه الحياة يعني فشعب غزة يستحق الحياة يعني لا يستحق ما يفعل به بفعل يعني هذا التصدي وهذا الصمود وهذا التمسك بالأرض يعني وهو فعليا ما زال صامت صامت صحيح وقادر أنا أعتقد أنه قادر يعني الذي خضى غزة خضت ستة حروب منذ أن تحررت يعني 2004 لما أعتقد 2005 وهي تواجد العدوان تلو العدوان نعم ويعني في مطارح أو في اعتداءات حرب الشجاعية لما أعتقد دام أكثر من خمسين يوما وبالتالي رجعت وقفت على يعني كطائر الفنيق يعني تعود من الرماد كما يقال فعليا شعب فنحن لدينا ثقة كبيرة لهذا الشعب الفلسطيني شعب فلسطين في قطاع غزة قدم صورة يعني وحتى في الضفة أيضا سنتحدث عن الضفة بالمناسبة لأن هناك محور للضفة لكن لنذهب إلى رفح والزميل أحمد غانم من جنوب قطاع غزة إليك أحمد كيف تبدو الأوضاع لديك نعم محمد شيع قبل قليل جثماني الشهدين الصحفيين حمزة أبدا حدوح وكذلك مصطفى الثرية بعد استيداف سيارتهما في منطقة شمال مدينة رفح بينما كان يذهبان لتغطية القصف الإسرائيلي الذي طاول أحد الشالهات في تلك المنطقة حيث استهدفت سيارتهما بشكل مباشر من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخين بحسب رواية الزملاء الذين كانوا في المكان وأصفر الغارة الإسرائيلية على هتين السيارتين عن إصابتين عن إصابة زميلين آخرين في نفس هذه الغارة بينهم أحد الزملاء في قناة فلسطين اليوم الفضائية وكذلك زميل آخر دفن الشهدين في المقبرة الشرقية مقبرة الشهداء برفح رغم امتلاء هذه المقبرة عن آخرها إلا أن لا مكان حقيقة يمكن أن يتوجه إليه الناس لإتمام عملية الدفن على كل حال هذه طبعا الجريمة هي جريمة متواصلة بحق كل الزملاء الصحفيين وهذه العملية عملية الاقتيال أو عملية الاستهداف لم تستهدف فقط حمزة ومصطفى بل هي رسالة لكل الصحفيين الفلسطينيين وأسمح لي أن أخرج قليلا عن النص هذه ليست رسالة لحمزة وليست رسالة لمصطفى أو المؤسسة التي يعملان بهما فقط بل هي رسالة تبغي من خلالها إسرائيل أن توقف عمل الصحفيين بعد نجاحهم بشكل كبير جدا في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة في نقل الرواية الفلسطينية في فضح كل ممارسات الاحتلال المتواصلة في كل مناطق القطاع هي رسالة تهدف إلى قتل الصورة والحقيقة ولكن بكل تأكيد المجموعة الصحفي هنا والأسرة الصحفية في قطاع غزة تؤكد أنها ماضية في رسالتها مهما كان الثمن ولعل كان هناك رسائل للاتحاد الدولي للصحفيين الاتحاد الصحفيين العرب بضرورة مخاطبة كل العالم من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه على كل حال هذه الجريمة ليست الأخيرة التي ارتكبها اليوم الجيش الإسرائيلي ارتكب عدة جرائم هنا في قطاع غزة بدءا من شمال قطاع غزة ارتكبت مجزرة في جباليا في مخيم الفلوجة راح ضحيتها ما يزيد على خمسين شهيدا والعشرات من الجرحة بينما لا تزال أطقم الطبية تحاول والناس يحاولون انتشال المزيد من هؤلاء طبعا الشهداء في خنيونس كانت هناك مجزرة مروعة أخرى لحق عائلة بريس وارتقى طبعا فيها أعداد كبيرة من الشهداء أيضا العشرات من الشهداء والجرحة ونحن نتحدث عن مجازر مماثلة في المنطقة الوسطى وفقط أعدل الرقم في مجزرة جباليا سبعين شهيدا في المجزرة التي ارتكب الاحتلال بحق عائلة أبو علبة جلهم من الأطفال والنساء جراء قصف منزلهم في منطقة شمال قطع غزة وأيضا قتل قبل قليل أو سشهد قبل قليل أيضا ستة شهداء في قصف الاحتلال للمناطق طبعا على شارع صلاح الدين في منطقة خانيونس بعد استهداف نقطة للضابط الجمركية على شارع صلاح الدين أيضا في دير البلح ارتكبت إسرائيل مجزرة بحق عائلة تمراز حيث ارتقى ما يزيد على ثمانية شهداء والعشرات من الجرحة كل مناطق قطع غزة حتى تلك المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي محمد انسحابه منها يعاود قصفها بالطائرات الحربية حتى مدينة غزة تشهد مجازر مماثلة وكذلك أيضا مدينة خانيونس حيث يركز الجيش الإسرائيلي على قصفها بشكل مكثف للغاية ولسيما في الأطراف الشرقية للمدينة وتحديدا المناطق المطلة على السياج وهي خزاعة والزنة ومنطقة الفخاري والتي تدور فيها اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي والمنطقة الثانية هي منطقة معن وكذلك الرميدة وأيضا الشيخ ناصر وهي تمثل حزام الوسط الفاصل بين المناطق الغربية والشرقية لخانيونس تشهد هي الأخرى غارات الإسرائيلية وقصفا مدفعيا مكثفا منذ عدة أيام وارتكبت فيها إسرائيل خلال يوم أمس مجزرة مروعة راحة ضحيتها العشرات أما المنطقة الغربية منطقة السطر الغربي فتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية استهدافها بالطائرات وبالقذائف المدفعية والمقاومة أيضا تواصل في هذه النقطة التصدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بكل ما استطاعت حيث تمنع حتى الآن منذ مدة طويلة تدفق القوات أو تحرك القوات الإسرائيلية والأليات الإسرائيلية إلى المناطق الغربية حيث يتوادد مستشفى ناصر أما دير البلح وسط قطاع غزة والمنطقة الوسطى فلم يتوقف عليها القصف إطلاقا محمد هذه كانت ليلة عصيبة على كل سكان المنطقة الوسطى القصف المدفع العنيف طاول كل منطقة في المنطقة الوسطى ولسيما المغازي والبريج النصيرات الزوايدة لمسا دير البلح ولسيما الأطراف الشمالية من النصيرات التي واصل الجيش الإسرائيلي عملية إطلاق النار فيها ولعلني أشير فقط إلى أن الليلة حدثت محاولة إبرار بحر فاشلة تستخلى لها عمليات اشتباك بين المقاومة والجيش الإسرائيلي واستخدم الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية وقذائف من الزوارق وساندتها الطائرات بجملة من الغارات ولكن بطبيعة الحال لم تمجح أي عملية إبرار بحري ساحل المنطقة الوسطى شهد ربما ما يزيد على خمسة محاولات للإبرار كلها أسفرت عن فشل هذه المحاولات بعد تصد المقاومة لها واستغلت إسرائيل أو استخدمت إسرائيل كثافة نارية هائلة تخللها واستمعد إلى أصوات هذه الاشتباكات ربما أيضا من منطقة الساحل التي بطبيعة الحال نستمع إليها لأننا في منطقة قريبة من هذا المكان نحن لا نبعد عن الساحل سوى بضعة مئات من الأمطار بتالي المقاومة في جميع المحاور ما تزال حتى هذه الأثناء تواصل عملية التصدي للجيش الإسرائيلي في محاور عديدة أبرزها المنطقة الشرقية لخان يونس المنطقة الوسطى وتحديدا في منطقة معن وكذلك منطقة الكتيبة دوار أبو حميد ومفترق جلال هذه المنطقة التي تمثل السطر الغربي في خان يونس فضلا عن منطقة جنوب شرق دير البلح التي أيضا استمعنا الليلة فيها إلى أصوات إطلاق نار كثيفة من الدبابات الإسرائيلية وكذلك أصوات اشتباكات بأسلحة متوسطة وهذا إشارة ربما إلى أن هناك قتالا من مسافة صفر أو قتالا فوق الأرض بين الجنود وكذلك المقاومة الفلسطينية أما نقطة جحر الديك وكذلك نقطة نيتساريم فهذه لم تتوقف فيها العمليات التابعة للمقاومة منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة وأعلنت المقاومة مرارا أنها استهدفت طبعا تجمعات وتحشدات للجنود الإسرائيليين فيها في رفح جنوب القطاع الحقيقة نحن هنا حيث نتواجد نحن نؤكد بأن الكثافة السكانية أضحت حقيقة أن رفح أضحت قنبلة بشرية بامتياز معظم سكان المناطق الشمالية لدير البلح محمد وكذلك النصيرات منطقة لمصدر فضلا عن الزوائد نزحوا خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بفعل شدة الغارات الإسرائيلية إلى هنا إلى منطقة رفح وبالتالي الأرقام التي تحدثت عنها الأونر ومليون وخمسمائة ألف نازح هذه تضاعفت بشكل كبير لا مكان يمكن أن تضع فيه خيمة واحدة للنازحين حقيقة هنا في هذا المكان لسيما أيضا ترافقا مع أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة على كل المستويات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات كنت معنا من رفح الزميل أحمد غانم مراسل الميادين أستاذ مصطفى يعني بقي لنا سؤال بموضوع غزة حتى ننتقل لموضوع الضفة لأنه أيضا يتفاعل ما هو السقف أمام الإسرائيلي طالما أنه لم يحقق شيء ماذا تريد منه الإدارة الأمريكية أيضا؟ يعني هو سؤال بالأساس يعني هل في فرق بين ما تريده الإدارة الأمريكية وتريده إسرائيل يعني الأربع خمسة أيام الماضيين عم بيحاولوا يفهمونا وكأنه الأمريكان بلشوا ينزعجوا من التمرد الإسرائيلي على ما يريدون يعني من خلال الموفد الأمريكي من خلال جولة بلينكين الآن يعني واضح تماما بأنه لحد الآن هذه الرواية غير مقبولة من قبل المتابعين أي رواية؟ الرواية أنه الأمريكا يعني بلشت تفارئ الموقف الإسرائيلي أو على الأقل يكون لها موقف خاص نعم نحن بارح يعني توقيع هذا المسؤول الأمريكي على القضيف التي وجهت إلى لبنان مايك بنز أي دليل على أنه يعني هذه السردية سردية خاطئة ومزيفة وطالما أن الإسرائيلي يعني يواجه أو يمارس مزيد من الضغوط اللي عم يحكيها مرسلكون يعني الأعمال الحربية الإسرائيلية نعم معناها أن الأمريكي شريك في هذه المسألة بلا ريب الإسرائيل اللي وان بدي يوصل يعني نتنياهو مستمر لأنه مش قادر يعمل شي فبتالي مزيد من القاتل مزيد من تدمير يعني غزة الآن سبعين أو تمامت المقال يعني أكثر من مليون ونص نازح ما بعرف يعني إذا بعد في شيء أكثر يدمره بداخل إسرائيل المهم مثل ما قلنا بالبداية أنه هذا أول ثلاث شغلات يعني أولا المقاومة في غزة تتحكم أو تسيطر على شيء يسموه التحكم والسيطرة نعم قيادة وسيطرة أي صحيح اثنين الناس يعني ما هجرت غزة تنتقل منطقة لمنطقة ما راحت على سيناء كما تريد إسرائيل ما تهجرت ما تركت القطاع ثلاثة أنه الناس متنسكة بالحياة يعني مثل ما عم تحكي أو مثل بلدي يعني فرجينا على الأسواء كيف عم تعج بالناس ومش خايف بالناس وعم تتبضع وكأنه كل هذه يعني دليل معاكس على الرغبة الإسرائيلية أنه مش قادرته تعملوا شيء خلال هالتسعين يوم يعني اليوم بلشنا واحد وتسعين على ما أعتقل نعم فبالتالي يعني على الإسرائيل اللي بنهاية المطاف أنه يخضع ينسحب وبلش يعني وأنه بالنهاية الهدف فان الأساسيين اللي حكي عنه الوزير الحرب تدمير حماس وتدمير غزة أو تدمير حماس صحق حماس وتدمير غزة يمكن دمرت البيوت غزة بس بي يتغزي حقيقة بشعب صاندين وبدليل مثل ما بنحكي أنه بعد المواجهة مستمر ما هو مصير الضفة؟ هناك تحريض في الإعلام الإسرائيلية على الضفة رام الله وصفت بحسب يعني ننقل ما يدار في وسائل الإعلام الإسرائيلية غير نظيفة يعني وكأنه هناك إيحاء بأنه يجب أن تكون هناك عملية يجب أن تكون هناك اقتحامات أكبر هي بالأساس الاقتحامات موجودة والاشتباكات موجودة كمين لسرايا القدس كتيبة جنين قتل جندية إسرائيلية وأصاب عدد أنه تره فيه هذا المعترف فيه نعم وأيضا إعطاب عدد من الآليات يعني كمين كبير وهناك مقاومة كبيرة في مناطق الضفة يعني أنت هم تحكي كل يوم فيه هجوم على جنين مثلا مخيم جنين يوميا هناك بس كل يوم فيه نفس الشي فيه حدا عم بيواجه فيه إطلاق نار فيه كمين فيه متفجرات عم تنفجر فهذا يعني مشكلة الضفة قبل الغزة يعني الصراع بحكي الكلام الإسرائيلي اللي انكتب أنه الخوف أنه تتحول نفس الضفة إلى غزة تاني يعني كيف كانت غزة قبل 2004 2005 قبل التحرير كان فيه أمل أنه يصير فيه قوة مقاومة داخل الضفة الغربي تحديد دنجينين ورحم الله وإلى آخرين حتى يأتي يوم تتحرر فيه كما تحررت غزة الآن لأ عم بيحاولوا يعمل من يومتها مبلش الهجمات المضادة على المخيمات الفلسطينية وعشرات العمليات والاغتيالات للقيادات الفلسطينية الآن فيه نفس الشيء عم بيحاولوا أنه يعني أن لا تشارك غزة تشارك الضفة غزة كما يجب أن تشاركها بيعتبروها جبها لحالة أو على الأقل منطقة معزولة لحالة وهذا مش عيد حقا العمليات مستمرة فيه والمواجهات مستمرة في الضفة في الضفة الغربية فبالتالي يعني إذا كان المقصود يعني إنهاء الروح القتالية إنهاء يعني الرغبة بالقتال بالمواجهة عند الفلسطينية ما عم تنجح يعني سواء في الضفة أو في غزة الأمر مش يعني المواجهة مش وأكيد فيه مزيد من الشهداء وفيه مزيد من الضحايا لكن فيه مزيد من الإنهاك للإسرائيلي والإستنزاف للإسرائيلي في منطقة كان يعتبر أنه هي أساسا يعني معتبر أنه مسيطر عليها من شغلتين نعم من الأمن الفلسطيني أمن السلطة الفلسطينية ومن الأمن الإسرائيلي نفسه فإذا هي تتمرد على الأمرين يعني على الأمنين معا وبتواجه يعني أنا على ما أذكر يعني أكثر من 60 اقتحام لمخيم جينين كل يوم كنا نقرأ يوميا هي الاقتحامات في اقتحامات ومع ذلك فيه يوميا فيه مواجهة إذا المشهد يتكرر والفشل الإسرائيلي طيب الغطاء الذي توفر لإسرائيل دوليا غربيا أوروبيا الأهم أمريكيا في غزة تحديدا نعم هل يمكن أن يستمر أو ينعكس على الضفة لأنه هناك استيطان هناك مشكلة بالأساس لإسرائيل بقضية الإسرائيل وهي قوة احتلال طبعا لا نعلم من أين جاء الغرب بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسه لا توجد قوة محتلة في أي مكان بالعالم لها حق بالدفاع عن نفسها وإسرائيل في غزة محتلة وفي الضفة محتلة هي محتلة الأرض كلها نحن عم نحكي عن ضفة الغربية عم نحكي عن اتفائية أوسلو 1993 اللي عقدها أبرمها أكبر زعيم فلسطيني اللي هو يسر عرفات رحمة الله وعلى أساس أنه هذه البقعة الجغرافية على تواضعها مفترض يكون بداية للدولة الفلسطينية دولة الفلسطينية طبعا تحكي أنت 1993 أذكر أنه كان عدد المستوطنين الإسرائيليين بهذه المنطقة 70 ألف الآن فيه الأرقام اللي بيسربوها 770 ألف نعم يعني عم تحكي هذه بعد نحو 20 سنة أو أكتر شوي فبالتالي نحو 30 سنة وبالتالي السؤال أنه لماذا يعني كيف الغرب الذي رعى اتفاقية أسلو اتفاقية أسلو الأمريكان رعى كلنا نعرف والغرب وفا عليها والغرب عمل لها نظام تأمين أموال للسلطة الفلسطينية ومع ذلك بيشي بيقول لك الدفاع عن نفسه سؤال حقيقة غريب يعني أو أقل واقع غريبي أنه أنت يعني من شعوب العربية مقتنعة أنه إسرائيل محتلة كل فلسطين محتلة لكن هم بعقلياتهم الغربية أو بأدبياتهم الغربية الضفة محتلة وغزة محتلة عن ماذا تدافع إسرائيل عن أي نفس هذا السؤال يعني حقيقة لازم يطرح يعني يوميا على هذا الضمير الغربي أنه يعني كيف هذا المبرر بيعطوه دفاع عن أرض يعني عن نفسه إسرائيل شكرا جزيلا لك يا الأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي كنت ضيفا كريما في الستوديو مشاهدين الكرام هذه الساعة من تغطية الميادين المفتوحة لملحم الطفان الأقصى مستمرة لكن هذه الساعة انتهت شكرا جزيلا للمتابعة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر